قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قالوا اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان عندما يخدع الباطل الناس فيرونه حقا وعندما تبدل المصطلحات لتلائم كلمات الباطل فيصبح الفجور ترفيها والعهر فنا وعندما يوضع أصحاب الحق خلف القضبان ويتسيد فساق القوم الكلام وعندما يصبح الحكم جبريا والملك قهريا وعندما يموت الأطفال جوعال عضام الطعام والأغنياء بسبب كثرة الطعام وعندما تتسيد النساء مقام الرجال وتظهر أشكال الفتن وألوان الظلم والموت كقعاص الأغنام اعلم أنك تعيش في قرن الشيطان القرن الذي سيدوم مئة عام والذي سيكتب العام القادم آخر الأعوام ما هو قرن الشيطان ومن أين بدأ وكيف تشكل ومتى سينتهي ما قصة الأعوام العجاف بعده هل نحن على أعتاب نهايته أم أن القادم سيكون كمخاض عسر لأم فكلا سيخرج من رحمها النور في أكثر قضايا المسلمين خطورة نروي لكم قصة قرن الشيطان من البداية للنهاية قبل وبعد الأحداث العظام أعطان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خريطة كاملة تكشف أحداث آخر الزمان من الفتن والملاحم والموت كقعاص الأغنام والفتن أشد وأقسى من الحروب ولفهم الحديث الذي ذكرناه لكم في بداية وثائقي يجب أن نفهم ما هو قرن الشيطان متى ومن أين بدأ وسينتهي وما هو قادم بعده فبدون فهم الدلائل والمدلولات لا يمكن فهم الواقع ومعرفة خريطة النجاة والله الولي والموفق لكل أمر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام واليمن ورفض الدعاء لنجد فنجد يخرج منها قرن الشيطان وبها الفتن والأمور العظام بلاد الشام قديما هي ما يعرف اليوم بسوريا ولبنان والأردن وفلسطين وأما اليمن فبقي الاسم على المسمى كما هو بدون تغيير ولكن مفتاح الفهم والدلالات هي نجد أين هي ومن تكون؟ قبل البداية عندما رفض النبي الكريم الدعاء لنجد فهذا لا يعني أنه يشمل جميع أهلها في الفساد وإنما يخرج فيها ظلم كبير وفتنة شديدة وبها يطلع قرن الشيطان فأين تقع نجد؟ قال أهل العلم أن أصل كلمة نجد هي ما ارتفع عن الأرض ولكن العرب سمى كثيرا من البلدان باسم نجد ذكرها الحموي في معاجم البلدان نجد البرق باليمامة ونجد خال ونجد أجاء ونجد العقاب بدمشق ونجد اليمن ونجد الحجاز ونجد العراق لكي نحدد المكان المراد الذي أشار إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجد في أحاديث كثيرة أن الفتن والأمور العظام ستكون جهة المشرق فقد روى مسلم في هذا الباب الكثير من الأحاديث حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بعينها قائلا وهو مستقبل المشرق إن الفتنتها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أي أن نجد المقصودة هي في المشرق تقع على أرض عالية وعلى هذا التحديد لا يبقى لنا سوى نجدين نجد العراق ونجد الحجاز في الجزيرة العربية هنا انقسم المفسرون أن نجد المقصودة هي بادية العراق حيث تقع شرق المدينة المنورة بينما ذكر آخرون أن نجد هي نجد الحجاز بالعودة إلى خريطة شبه الجزيرة العربية نجد أن نجد أرض عالية مرتفعة ولو مددنا خطا مستقيما موازيا لخط الاستواء منطلقا من المدينة إلى حيث تطلع الشمس شرقا لمر تماما في نجد الحجاز أما العراق فتقع شمال شرقي المدينة أكثر من شرقها ثم إن أرض العراق بالمقارنة مع نجد الجزيرة تكون سهلا لا نجدة فهي ترتفع عن سطح البحر 200 مترا علوة أما نجد الجزيرة فترتفع إلى قرابة الألف متر فوق سطح الماء وأيضا مما يدل في سياق الحديث عندما دع الرسول صلى الله عليه وسلم للشام واليمن كان استغراب الصحابة لعدم ذكره نجد حيث قالوا نجدنا ولم يقول نجد كدلالة لنجد الجزيرة العربية وقد يقول قائل ولما لم يسألوه عن المدينة ومكة لأنهم يعلمون يقينا أن مكة والمدينة هم مدينتين مقدستين فكان سؤالهم بقول نجدنا فعندما دع الرسول صلى الله عليه وسلم للشام واليمن قالوا وماذا عن نجدنا يا رسول الله مما يدل أن نجد المقصودة هي التي في الجزيرة العربية شرق الحجاز والله أعلى وأعلم وأجل يجب علينا الآن فهم قرن الشيطان وما المقصود منه متى ظهر وكيف سينتهي روى الإمام أحمد عن حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملقا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت شبه نبي الله صلى الله عليه وسلم نظام الحكم الجبري القائم على الدكتاتور المدعوم من الخارج بأنه كورك على ضلع وهذا التشبيه يعطينا فكرة أولية أن مرحلة الحكم الجبري لا يمكن أن تدوم طويلة فالورك لا يمكن أن يستقر على الضلع إلا إذا كانت هناك أيدي خارجية تسنده فثباته واستمراره ليس بقوته الذاتية وهو عكس الحال في كلمة العاض أو العضوض الذي دام لأكثر من ألف عام لذلك إذا أردنا أن نعرف متى بدأ الحكم الجبري ومتى سينتهي يجب أن يكون المعيار الواضح في الدراسة والمقارنة هي مكة والمدينة لأن الدعوة للإسلام انطلقت منهما والخلافة الأخيرة ستكون فيهما يجب أن تعلم ما هو قرن الشيطان لتفهم بقية الكلام قرن الشيطان هو أشد مراحل الأمة خطورة وفتنة وظلما ووهنا وانكسار فيه الخداع فن والحق باطل حتى يكون الصالحون في السجون والفاسقون في القصور أي أنه القرن الذي يعربد فيه الشيطان ويكون زعيم القوم أرذلهم كما أخبر نبي الله وهو قرن محاربة الدين وتشويه وتسطيحه وهو قرن الأعلام وتقسيم الحدود بين البلدان فتتفاخر الشعوب الضالة بأعلامها التي وضعها لكم سايس إنجليزي وعميل فرنسي وهو قرن الكاسيات العاريات والرقص والترفيه وهو القرن الذي يجلب به المفسدون أعداء الدين أكثر الناس فسقا وعداء لله إلى أرض دين الله أي أنه القرن الذي يبدأ مع الحكم الجبري وينتهي قبل لفظ أنفاسه بقليل لذلك إذا أردنا أن نعلم متى سينتهي قرن الشيطان يجب أن نعلم متى بدأ الحكم الجبري فالقرن مئة عام وعليه يكون الكلام في سنة 1924 أعلن الهالك اليهودي المتخفي وراء ستار الإسلام أتاتورك سقوط آخر قوة إسلامية توحد المسلمين حول العالم وبعدها بأشهر ألغى الخلافة الرمزية وفك الارتباط بالمدينتين المقدستين مكة والمدينة فوضعت بريطانيا يدها بالكامل عليها أي في عام 1924 وتحديدا في آخر أيامه بدأ الحكم الجبري وبدأ معه قرن الشيطان وعليه إن العام القادم عام 2024 هو آخر أعوام قرن الشيطان قبل نهاية آخر حبات الرمال في زجاجة الساعة الجوفاء للحكم الجبري والسؤال هنا ماذا بعد؟ بل في وصف أدق إنها البشرى من عنق رحم مضمن لسنين عجاف إن القادم يتلخص أولا في احتضار الحكم الجبري وهو أمر بات أصدق من طلوع الشمس فلا يغركم إفسادهم في الأرض وخذلانهم لأهل العزة في فلسطين فالسنوات المقبلة هي سنوات الإسلام والمسلمين ومن أراد مكة والمدينة بالمكر والفساد سيذوبون كما يذوب الملح في الماء فهذا وعد ما لا ينطق عن الهوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن حرب أهلنا في فلسطين على الطغيان أسقط الأقنعة عن وجوه الخائنين من أحفاد اليهود وكشف نواياهم فسقط القناع الذي لم يكن يخدع إلا بسطاء القوم ومع سقوطه ومن لا يزال أعمى فاعلم أن الله وضع على قلبه أقفالا بالحديد والنار فلا يرى الحق أبدا إن حرب أهلنا على الطغيان في فلسطين كشف للغافلين يقينا خونة العرب ودعمهم العلنية لإسرائيل تارة بالمال والعتاد وتارة بالطرق والإمدادات بدون أن يعلموا أن سقوط الاحتلال بات قوسين أو أدنى وبسقوطه سيسقط الحكم الجبري لأنه قائم بقيام إسرائيل وبعد سقوط إسرائيل مع خدامها سيعمل الشيطان على حرب ما هي إلا النفس الأخير قبل الإنهيار فالثبات الثبات وفي هذه الحرب سينقلب السحر عليهم وتكون السبب في نهايتهم وتشكيل جيشا عظيما للمسلمين وستحرر جميع البلاد العربية والإسلامية منهم ففي هذه الأعوام سينهار الدولار بالكامل وسيرجع المال كما كان للمال الحقيقي من الذهب والفضة وسينطلق الجيش الإسلامي بعد تحرير البلاد واسترجاع القدس للعالم إلى أن تفتح القسطنطينية التي يعرفها الناس اليوم باسم اسطنبول وتحرر من أياد اليهود فيصبح العالم فستاطين فستاط حق لا نفاق فيه وفستاط باطل لا إيمان فيه فاختر طريقك الآن يا من تذكر الله في القيام وقبل المنام أن الراقصون على دماء إخواننا في فلسطين والسودان نقول لهم قف على المرآة وانظر لنفسك فإن لم تستحي من الرقص على آلام المسلمين فاستحي من الله الذي ينظر إليك في كل مكان وتب قبل فوات الأوان فالذي يدعوك لهذه المهلكات ما هو إلا شيطان فإياك أن يخدعك بمصطلحاته فقد بدت البغضاء منهم وما تخفي قلوبهم أشد والله مهلكهم وهم لا يعلمون فأبشروا يا أهلنا في فلسطين والسودان واليمن والعراق والشام فقد أقبلت سنوات النصر واثبتوا على الحق والصلاة والدين وإياكم من شاشات العم سام التي تحاول جعل المناضلين المجاهدين خوانة ومغتصبين فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وقولوا في الصباح والمساء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر